النهاردة هناخد مثلا مركز المدافع والحقيقة انا برضو مش هنرجع ونقارن باجيال سابقة ما نيجي نبص للتوقيت اللي احنا فيه هو اقل عدد للعبين متميزين في مركز المدافعين هنقول واحد او اتنين هم المؤثرين في الكرة المصرية والدوري المصري بشكل اخص وبالتالي تروح بقى لمنطقة المنتخب المصري وخلي بالكم انت عندك احمد حجازي يعني الامور بالنسبة له خلاص اللي طلع لنا لعب محترف اسمه وامر فايد هنتكلم عليه برضو لان هو لعب منتخب النبي وشاب نتمنى ان ده يبقى عوض لأحمد حجازي اسناء طبعا يعني في الفترة اللي جاي لان احمد حجازي السن يعني فانت تيجي تبص وحلل معايا كده مين اللعبين او المدافعين اللي ممكن تبقى انت كده متطمن وحاطت ايدك كده او في بطنك بطيه خصيفة فان مفيش مشكلة خالص هتحصل في الدفاعات الاهلي او الزمالك او منتخب مصر بقى لما نروح بقى على منتخب مصر طب انا هقولكم يعني مثلا كان فيه منافسة قوية جدا ما بين الاهلي وبرامدز على الدورة الممتاز الاهلي لو لا وجود محمد عبد المنم وياسر ابراهيم وخش معهم رمي ربيع الحقيقة اللي عمل مسم رائع بالرغم مثلا ان كان كلام كتير في كل سنة انه يمشي وكمان كانت البداية مع محمود متولي لو لا الاصابات الاهلي كان عنده مجموعة من اللعيبة في مركز الدفاع هم انا من وجهة نظري وجهة نظري هم صمام الامان للنادي الانضمام للمنتخب كان لثلاث افراد منهم رامي عبد المنعم وياسر ابراهيم هنقول افضلهم في امكانيات المدافع في امور كتير الصلابة والقوة والتركيز والروح والفنيات اللي فيها كورة اللي بيقدر نمسي الكورة يتفوق رقم واحد محمد عبد المنم عشان كده جاي له عروض واحتراف من اندية اوروبية بمبالغ كبيرة الاندية التانية وانا هروح للنادي المنافس الحقيقة وبالرغم ان هو فضل المنافس للنادي الاهلي لغاية مبارات او مبارتي المواجهات المباشرة الامور بالنسبة ليه بيرامدز انا كنت بشوف من وجهة نظري نقطة ضعف بيرامدز متواجدة في قلب دفاع بيرامدز وده يعني هو ده اللي اثر بشكل كبير في مبارتي الاهلي اللي كانت ليهم الحسم للنادي الاهلي من خلال النتائج وطبعا الامور بالنسبة لبيرامدز لو كان بالنسبة له في مجموعة او اتنين او تلات لعيبة في قلب الدفاع كانت الامور اختلفت تماما بنسبة لبيرامدز لكن في الاخر هي يعني مشكلة موجودة مش بتكلم على الدفاع بيرامدز عندنا في مراكز اخرى لكن احنا ابتدناها النهاردة بخط دفاع الكرة المصرية بشكل عام بلا انا بقولكم احنا مجموعة اندية في الاخر بتصب في النادي او المنتخب المصري ومعايا واحد بقى من المهاجمين المميزين الحقيقة في الكرة المصرية واحد برضو من اللعبين الحريفة كمان مش مهاجمين بس وكمان من المحللين الفنيين الحقيقة في كرة القدم بشكل رائع يقدر من خلال تواجده معنا ويشرفنا طبعا تواجده معنا يحللنا الموقف الخاص بدفاع المدافعين نحية في مصر لو احنا بنتكلم على اندية او بعد كده على منتخابات مصر